اكتر مشكلة ممكن تنخص عليك حياتك هي مشكلة بطارية موبايلة وان فجأة تلاقي تليفونك بيخلص الشحن بتاعه بسرعة والمشكلة ان البطارية بتخلص بسرعة جدا حتى لو انت بتستخدمش الموبايل فانا جاي اقول لك على تقرير اكتر عشر تطبيقات بتستهلك البطارية في جهازك عشان لو موجودين في جهازك تبقى عارف ان هم دول في الاساس في الغالب هيكونوا هم سبب المشكلة وده بسبب ان التطبيقات دي بتبقى ليها صلاحيات كتير ان هي تبدل تشغالة عليها زي صلاحيات الجي بي اس وتعرف ان هو مكانك بالوقت فين او الوصول للانترنت او استقبال الاشعارات لحظة بلحظة او تتبقى حركاتك وحركات الموبايل واحاجات تانية كتير منظمة بيسيك لو اتطلعت تقرير باكتر عشرين تطبيق على الموبايل اكتشفوا ان هم بيستهلكوا البطارية بشكل كبير وان هم اكتر تطبيقات موجودة على الموبايلات بتستهلك البطارية بشكل كبير القائمة اللي انت شايفها قدامك دي هي التطبيقات اللي بتستهلك البطارية بشكل كبير وده بسبب صلاحيات اللي اتخذها التطبيقات دي هسابنا كل التفاصيل والقائمة كاملة في اول تعليق او في وصف الفيديو غير صلاحيات اللي بتشغيل فيه الخلفية ان هو حتى لو جهازك مقفول وانت بتستخدمهش واناي مسايم الجهاز بيفضل الجهاز شغال على التطبيقات دي عشان يستقبل الاشعارات بتاعت الجهاز وعشان ان هو التطبيق يفضل شغال يجبك الاشعارات دي بتاعت الرسائل او الكومنتات او اي حاجة بتحصل حواليه وده معروف عن تطبيقات السوشيال ميديا اللي كلها اصلا تريمة موجودة في القايمة بتاعت العشرين اكتر عشرين تطبيق بيستهلكوا البطارية لكن مثلا تطبيق زي اوبر ليه بيستهلك البطارية بشكل كبير برغم ان انت مش كل شوية تطلب عربية ده لان التطبيق لحظة بلحظة بيتتبع حركة جهازك وانت موجود فين دلوقتي عشان لو جيت تطلب في اي وقت يقدر ان هو يجيب لك عربية دلوقتي النصيحة الاولى حاول ما تخليش اي تطبيقات عندك في جهازك ما بتستخدمهاش ولو في تطبيقات لها نسخة لايت او نسخة مخففة استخدمها بدل النسخة الكبيرة لان هي بتاخد صلاحيات اكتر وبتستهلك اكتر من موارد الجهاز ولو فيه تطبيق ممكن تحزفه وتستخدمه كموقع الكتروني مش كتطبيق يكون افضل كمان اهم حاجة تعملها ان لو فيه تطبيق على جهازك انت مش عايزه يستهلك البطارية الا لوقت ان انت تستخدمه بس وميبقاش شغال في الخلفية اضغط ضغطة مطولة على التطبيق ده وحتدخل على معلومات التطبيق ومن معلومات التطبيق بيكون فيه خيار ليه موفر البطارية وحتفعل فيه تقييد نشاط الخلفية بحيث انت مجرد ما تقفل التطبيق على طول اوتوماتيك التطبيق ده يتقفل وميبقاش شغال ولو عايز تعرف اكتر التطبيقات اللي بتبقاها بتستخدم البطارية عندك ادخل على اعدادات جهازك وخيارات البطارية وحتلاقي فيها قيمة لأكتر تطبيقات عندك بتستهلك البطارية في جهازك عشان سعيدة تاخد القرار يا اما تحزف التطبيق يا اما تقيد نشاطه في الخلفية يا اما تستخدم البديل الخاص به اللي هو النسخة المخففة او نسخة المتصفة وشوف الحالة اللي موجودة هنا لو عايز تطور عمر بطارية جهازك بحيث نقي بطارية جهازك تقعد معاك مدة اطول من غير مطبوضة ومن غير ما كفاءتها تقل حالة لين